موسيقى طالبت حكومة الثبت المحتلة التي يترأث أخوان فيفاث من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالرد العاجل على الموقف الذي اتخذه المغرب بخصوص معبر الثبت الحدودية والذي أدت إلى تعليق التجارة وقيدت وصول السياح إلى المدينة كما طلبت الحكومة خلال اجتماعية الأسبوعية أمثل جمعة بالرد العاجل أيضا على مشكلة وصول أعداد كبير من القاثرين الأجنب الغير المصحوبين وكذا عدد من القرارات الأخرى وحسب ما نقلته وكالة أوروبا بريث فقد اعتبرت حكومة فيفاث أن الأمر سيتطلب خطة تدبير دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص شغل لمواجهة تأثير القرارات والمواقف التي اتخذها المغرب لتعليق التجارة عبر الحدود كما عتبرت الحكومة بالطغر المحتلة أنه من الضروري أن يتم تنفيذ مشروع لمراجعة النظام الاقتصادية والمالية الخاص بثبت وتأثيذ الحرث المدنية لتجنب الهجرة الغير النظامية للمغرب والجزائريين البالغين وكذا القاثرين منهما على هاميشي منافسة كاث إفريقي لكرة القدم داخل القاعة التي ستحتلن أطورها مدينة العيون في الفترة من 28 يناير إلى الثابع فبراير 2020 ستعقد اللجنة تنفيذية ولجنة الطوارئ التابعة للهيئة العليا للاتحاد الإفريقية لكرة القدم اجتماعا هاما قرار الاجتماع بالعيون الذي اتخذ الثلاثة الماضي بمدينة الغردق المثرية ستتم خلاله دراسة العديد من القضايا الثاخنة مثل تغيير تاريخ كاث إفريقيا 2020-2021 المقرر بالكاميرون وكذا تقيم مستوى استعدادات البلد لاستضافة المثابقة الأهم بالقرى الثمراء الاجتماع سيارف مشاركة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يتقدمهم رئيس الكافة المرقاشية أحمد أحمد بمدينة العيون بالأقالم الشنوبية قالت مصادر بالأقالم الجنوبية أن مجموعة من الشبان أقدمت على إغلاق طريق من وإلى المعبر الحدودي بالقرقرات حيث قام هؤلاء بنصب بعض الخيام بالمنطقة وبحسب ذات المصادر فإن الأمر يتعلق ببعض النشطاء الموالين لجبات البوليستارو الإنفصالية احتجاجا على اعتذام رالي إيكورايث المرور عبر معبر القرقرات مشيرة إلى أن المجموعة قدمت رسالة لباتة الأمم المتحدة المتواجدة بالمنطقة ويأتي ذلك في وقت يرتقب أن يجتذر رالي إيكورايث معبر القرقرات في طريق نحو مريطانيا يوم الاثنين المقبل بحسب ما أعلن المنظمون وتهديد جبات البوليستارو في رسالة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريث ورئيس البعث الأممية المينورثو كولين ستوارت باستخدام جميع الوسائل للرد على عزم الرالي المرور عبر هذا المعبر الذي وصفته بالتغرى الغير القانونية وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريث قد حذر في تقارير ثابقة رفعها إلى مجلس الأمنة من الاحتجاجات والتوترات التي يشهدها معبر القرقرات وأشار إلى أن بعثة المينورثو تواصل مراقبة الوضع عند المعبر من خلال ذوريات يومية لبعض المراقبين لافتا إلى أن البعثة تدخلت في عدة مناثبات للحد من هذه التوترات وعلى إثر ذلك أوفدت باتة الأمم المتحدة في الثهراء المينورثو أفرادا تابعين لها إلى المعبرة ووفقا لمصادر محلية فقد أوفدت الباتة الأممية وحدة مكونة من سيرتين لعين المكان للوقوف على الأوضاع هناك حيث دخلت في مفاوضاتنا مع المحتجين قضى حلحلة الوضع وتجنب مزيد من التصعيد وكان مجموعة من النشطاء الموالين لجبهة البوليساريو قد قاموا اليوم السبت بإغلاق الطريقة المؤدية إلى المعبر الحدودية القرقرات وذلك للاحتجاج على اعتزام رالي إيكورايث المرور عبر المعبر في تجاه موريتانيا يشار إلى أن المشاركين في السباق رالي إيكورايث قد حلوا بمدينة الثمارة قبل أن يوصلوا اليوم السبت طريقهم في تجاه مدينة الداخلة ومن المرتقب أن يتوقف السباق ليوم واحد غدا الأحد على أن ينطلق صوب معبر القرقرات في طريق نحو موريتانيا بعد غدين الاثنين في تقييم لخطتهم الطريقة ليستبعد الجزائريون تمكين أصدقاء القوات المسلحة المغربية من ثواريخ طادة الأمريكية ويتحدث مصدر عن تسريب حدث يؤكد أن حليفا خليجيا للمغرب قد يكون زود أو سيزود المغرب قريبا بهذا الصاروخ الأمريكية وأن من المهم إبداء الرغبة مع رئيس الجديد باستبعاد أي ثوتر حدودي بين البلدين وأن على الأطراف الخليجية عدم تمويل مواجهة استبعدها المراقبون ويحاول الأمريكيون إخمادها في المهدي بضغوط أخيرة موجهة ضد المغرب والجسائر على حد ثواء ورفضت البوليسار ورسالة أمريكية مباشرة إلى إبراهيم غالي بخصوص إعادة النظر في قراراته الأخيرة ويسعى المسؤول الأول في جباس البوليسار الانفصالية إلى جعلها قرارات تنظيمية في المؤتمر الخامس عشر الذي أنعقد مؤخرا ويضف المصدر أن المغرب لم يكشف عن تزود بالصاروخ المذكورة لكنه كشف عن تفاصيل متقدمة لبرنامج تسليحية وهو يثير باتجاه المزيد من التعامل مع التقنية الأمريكية لكن الثواريخ بوند آخر فيما الجزائريون مقتنعون بوجود صاروخ طادة عند القوة المسلحة الملكية ذكرت مصادر مطلعة من داخل الشركة المغربية لصناعة السكر كوثيمار أن قالب السكر المغربي سيتم إنتاجه من طرف الشركة المذكورة من داخل السعودية ابتداء من العام الجاري وأكد الرئيس المدير العام للشركة محمد فكرة في تصريح صحفي كشف خلاله أن المصنع الجديد للشركة المغربية بالسعودية سيشرع في العمل ابتداء من مارس المقبلة كما أضاف أن المصنع الجديد يعد أول استثمار لشركة كوثيمارا بالسعودية والذي أنجزته بشراكة مع شركة در شوكر كومباني السعودية وأن الشركة السعودية أنشأت مصفات للسكر في ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر الذي يعد موقعا استراتيجيا مما سيمكننا يقول فكرة من التنافس واستراد المواد الأولية وتصدير المنتجات بكيفية ثلثة وأقل تكلفة وتطلب إنجاز هذا المشروع أكثر من ثلاث سنوات وستشغل فيه كوثيمارا طاقما من المهندسين والأطر المغاربة بالمجموعة وثاهمت كوثيمارا المغربية بما يعادل 460 مليون درهمة أي ما يقارب 43.2% من الحجم الإجمالي للاستثمارا الذي سيدمن إنتاج 840 ألف طن من السكر سنويا وسيكون الإنتاج موجه لكل من السوق المحلية السعودية ولكل من جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يفوق فيها الطلب على السكر 4 ملايين طن كوثيمار أسست سنة 1929 وهي الشركة الرائدة في صناعة السكر بالمغرب انخرطت في بورسة الدار البيضاء منذ سنة 1985 ويأتي قرارها بالاستثمار في السعودية تماشيا مع خطة التجارية الجديدة والتي تقضي بالانفتاح لأسواق عالمية كشف التثريبات عن اجتماع عبدالطيف الحموشي مدير عام الأمن والمخابرات بمايك بومبيو رئيس الدبلوماسية الأمريكية في ختام زيارة الأخيرة للمغرب تفاصيل تنسيق مشترك من أعلى مستوى بين الريبار وواشنطن من أجل ضرب سطوة مافيا كولومبية ومكسيكية عبر القارات كما تريد جريدة الصباح المغربية وبينت التثريبات التي كشفها موقع موندافريكا تقاريرا سرية بخصوص تنامي سطوة عصبات الجريمة المنظمة القادمة من أمريكا اللاتينية في القرى الإفريقية ضعفت قوة العلاقات بين بومبيو والحموشي وزادت من حجم التفاهم المغربية الأمريكية في استراتيجية الحرب على الإرهاب ويهدف التنسيق المغربية الأمريكية الذي بدأ بثبادل الخبراء وبناء قنوات التواصل يديرها من الجانب المغربي محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة ومن الجانب الأمريكية كاراثانة المدعي العام لقطاع كولومبيا واشنطن لقطع أوصال تحالف الجماعات المسلحة في السحل والصحراء ومافيا الجريمة المنظمة والحرب على عصابات الكوكايين والهجرة السرية وثبيل الأموال اشتركوا في القناة